بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة أمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي ثالث تأهيلي الفصل الدراسي الثاني المادة المهارات المهنية عنوان درسنا لهذا اليوم اللي هو إثراءات ملاحظة مهمة طلابي وطالباتي دروس المهارات المهنية من أهم ما يقدم في البرامج المهنية تساعدكم بالعمل بعد المرحلة التأهيلية بإذن الله بالعمل نصنع الحياة الهدف العام التدريب على تصنيف المنتجات الأهداف الخاصة أن يحدد الطالب والطالبة أنماط تصنيف المنتجات وأن يصنف الطالب والطالبة المنتجات المطلوبة المجال المستهدف المهني المجال المساند المهارات الاجتماعية قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أولا أجهز كتابي وقلمي ثانيا أستمع لشرح المعلمة ثالثا أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة إذن طلابي وطالباتي قوانين درسنا لهذا اليوم أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة طيب طلابي وطالباتي نرى الآن ماذا يوجد خلف هذا الستار اللي هو درسنا لهذا اليوم اللي هو ماذا تصنيف المنتجات التصنيف ماذا المنتجات المنتجات نستطيع تصنيفها حسب ماذا اللي هو حسب النوع مثل ماذا مثلا الألبان مع الألبان طيب وحسب ماذا اللي هو حسب السعر مثال اللي أسعارهم خمسون ريال مع اللي أسعارهم 50 ريال واللي أسعارهم 100 ريال مع اللي أسعارهم 100 ريال إذن أيضا من أنواع تصنيف المنتجات اللي هي ماذا؟ اللي نصنف المنتجات حسب ماذا؟ ذكرنا حسب النوع حسب السعر أيضا حسب المقاس حسب المقاس مثل مقاس كبير وسط صغير اللي هي large و medium و small أيضا نستطيع تصنيف المنتجات حسب العدد مثلا لدي منتج لدي منه عدد واحد أضعه مع المنتجات اللي أيضا لدي منهم عدد واحد إذن تصنيف المنتجات نصنف المنتجات حسب ماذا؟ ماذا ذكرت المعلمة؟ حسب النوع وحسب السعر وحسب المقاس وحسب العدد طيب الآن طلابي وطالباتي لدينا اللي هو تصنيف المنتجات حسب ماذا؟ اللي هو حسب النوع مثال نرى الآن هنا في الصورة لدي هنا اللي هو لبن ماذا أضع مع اللبن؟ أضع مع لحوم أم أضع أيضا مع الألبان؟ أحسنتم نضع مع الألبان طيب لدي هنا اللحم أين أضع اللحم؟ أضع مع ماذا؟ أضع أيضا مع اللحوم إذن هنا معنى تصنيف المنتجات حسب ماذا؟ حسب النوع حسب ماذا؟ حسب النوع طيب أيضا لدينا اللي هو تصنيف المنتجات حسب السعر حسب ماذا؟ حسب السعر مثلا لدي هنا منتجات أسعارها خمسون ريال أضعها أيضا مع منتجات اللي هو سعرها أيضا خمسون ريال لدي هنا منتجات سعرها مثلا عشرة ريالات أضعها أيضا مع منتجات سعرها عشرة ريال إذن هنا تصنيف المنتجات حسب ماذا؟ حسب السعر أيضا لدينا اللي هو تصنيف المنتجات حسب المقاس سوف نتعرف عليه من خلال قصة لصديقتنا سارة ذهبت سارة نرى الآن هنا في الصورة سارة ذهبت سارة مع والدتها إلى أين؟ إلى السوق ذهبت لشراء بعض الملابس وجدت سارة ماذا وجدت؟ وجدت مجموعة من الفساتين لكن هذه الفساتين مقاساتها مختلفة أول فستان لدينا هنا اللي هو نرى كبير مقاسه كم؟ أكبر مقاس لدينا اللي هو اللارج إذن سارة وجدت فستان مقاسه لارج لارج يعني يكون كبير لدينا أيضا وجدت سارة اللي هو الفستان الثاني حجمة متوسط وهذا هو حجمة طيب المقاس الثاني اللي هو متوسط إذن مقاس اسمه ميديم إذن الكبير لارج ويرمز له بحرف الال ولدينا المتوسط اللي هو الميديم ويرمز له بحرف الام مثل ما هو واضح أمامي في الشاشة أيضا طلابي وطالباتي ماذا وجدت سارة؟ وجدت فستان حجمه صغير نراه الآن اللي هو أصغر من اللارج وأصغر من الميديم ومقاسه اللي هو الاسمه المقاس ماذا؟ مقاسه اسمه إذن أنواع المقاسات لدينا في تصنيف المنتجات أول مقاس اللي هو لدينا اللارج ثاني مقاس لدينا اللي هو الميديم ويكون حجمة متوسط وأصغر مقاس لدينا اللي هو مقاس الاسمه طيب الآن طلابي وطالباتي سوف نلعب لعبة مع المعلمة سوف نقوم بتصنيف بعض الملابس اللي هي فساتين وأيضا أقمصة مستعدين؟ مستعدين نرى الآن مع المعلمة نرى الآن هذا الفستان أرى تقريبا بحجم كبير أكبر من هذا الفستان لدي هنا اللي هو ماذا؟ ذكرنا المقاس الكبير اللي هو ماذا؟ اللي هو اللارج ولدي هنا المتوسط اللي هو ماذا؟ اللي هو الميديم طيب أنا أريد منكم أن تساعدوني أن أضع هذا اللارج في المكان الصحيح في السلة المناسبة أمامي الآن أين أضعه؟ أضعه هنا لا أضعه هنا لا أضعه هنا نعم لماذا؟ لأن هنا لدي اللي هو مقاس اللارج وأيضا لدي هذا الفستان مقاسه لارج وذكرنا أن اللارج يكون حجم أكبر بقليل من المنتجات الثانية أو المقاسات الثانية إذن أول منتج نضعه هنا طيب لدي الفستان الآخر لدي هنا هذا الميديم ولدي هنا هذا الاسمول يأتي صغير الحجم ها سوف نضع الآن الميديم اللي هو حجمه متوسط في السلة المناسبة تساعدوني؟ يلا طيب أضعه هنا؟ لا إجابة خاطئة أضعه هنا لا إجابة خاطئة أيضا أضعه هنا نعم إجابة صحيحة لماذا؟ لأن لدي هنا في السلة اللي هو مكتوب هنا تصنيف المقاس ميديم إذن أضعه مع المقاسات اللي هي الميديم طيب بقي لدينا هذا الصغير اللي هو مقاس ماذا؟ اللي هو مقاس الاسمول مقاس ماذا؟ الاسمول يأتي حجمه ماذا؟ يأتي حجمه أصغر من المقاسات الأخرى طيب أريد منكم مساعدتي في وضعه في السلة المناسبة سوف أضعه هنا تشوفون إجابة صحيحة؟ لا إجابة خاطئة طيب هنا إجابة خاطئة أيضا طيب هنا أحسنتم إجابة صحيحة إذن أضع هذا الفستان الصغير اللي هو مقاس وكم؟ مقاس اسمول في السلة المناسبة لا طيب نذهب إلى منتجنا الآخر لدي هنا اللي هو هذا القميص لدي هنا هذا القميص هذا القميص مقاس وكم؟ كم مكتوب؟ اللي هو مقاس ولم ولدي هنا هذا الصغير اللي هو مقاس اسمول سوف تساعدوني في وضع هذا الاسمول في السلة المناسبة أين أضع؟ أضع هنا؟ لا إجابة خاطئة نضع هنا؟ أيضا إجابة خاطئة نضع هنا؟ أحسنتم إجابة صحيحة لماذا إجابة صحيحة؟ لأن هنا يرمز لدي بمقاس اسمول اللي هو الاس وأيضا لدي هنا في السلة اللي هو ماذا؟ اللي هو أيضا الاسمول إذن نضع هنا مع الفستان طيب لدي هنا اللي هو مقاس الميديم ومقاس اللارج أريد منكم مساعدتي طبعا هنا الميديم يكون أصغر بقليل من اللارج اللارج يكون أكبر اللي هو هذا اللارج يكون أكبر من الميديم سوف نضع سويا اللي هو الميديم في المكان المناسب في السلة المناسبة أين أضع الميديم؟ أضع مع اللارج هنا؟ لا إجابة خاطئة لا سوف أضع هنا أيضا إجابة خاطئة نضع هنا؟ إجابة خاطئة أين أضع؟ أحسنتم نضع هنا مع اللي هو الفستان طيب بقي لدي اللي هو هذا الفستان اللي مقاسه لارج ها أين أضع؟ سوف نضع الآن في السلة سوف أضع هنا شوفنا هذه إجابة صحيحة؟ إجابة خاطئة سوف أضع هنا نعم إنها إجابة صحيحة طيب بقي لدينا اللي هي نرى الآن لدي هنا أيضا هذا القميص لدي هذا القميص أكبر من هذا القميص ذكرنا المقاس الأكبر يرمز له اللي هو بحرف الال مثل مواضح أمامي اللي هو الارج وهنا اللي متوسط أصغر مننا بقليل اللي هو ماذا؟ اللي هو الميديم طيب سوف تساعدوني في تصنيف اللي هو اللارج أين أضع اللارج؟ أضع اللارج في سلة الميديم؟ متوسط؟ لا إجابة خاطئة نضع في سلة الإسمول؟ لا أيضا إجابة خاطئة أين أضع؟ نضع هنا أحسنتم إجابة صحيحة لماذا؟ لأن لدي هنا مكتوب مقاس لارج وهنا أيضا في السلة اللي هو التصنيف اللي مكتوب هنا اللي هو أيضا اللارج طيب بقي لدي هنا اللي هو هذا القميص مقاسه كم؟ مقاسه سمول تشفون حجمه صغير؟ ولدي هنا الميديم وحجمه متوسط طيب هذا اللي هو الاسمول سوف تساعدوني في وضعه في المكان المناسب أين أضع هذا الاسمول الصغير؟ أين أضع أضع مع الميديم؟ لا إنه ليس منزلة أضع مع اللارج أيضا ليس مكانه نضع أين؟ نضع هنا أحسنتم نضع هنا اللي هو مع أصدقاء اللي هم الاسمول لماذا أيضا؟ لأن لدي هنا اللي هو اسمول وأيضا هنا اللي هو أيضا في السلة المكتوب اسمول إذن وضعناه في المكان الصحيح بقي لدينا هذا اللي هو الميديم وذكرنا الميديم يكون حجمه متوسط سوف تساعدوني الآن في وضعه في المكان الصحيح طلابي وطالباتي ها أين أضع الميديم؟ سوف أضع هنا صحيح؟ لا إجابة خاطئة أين نضع؟ نضع هنا؟ أيضا إجابة خاطئة أين أضع؟ أحسنتم نضع هنا في منزله مع أصدقاء الملابس اللي وضعناها قبل قليل وأرى هنا لماذا وضعت هنا؟ لأن لدي هنا في السلة مكتوب اللي هو الميديم ويرمز له بحرف الام وأيضا لدي هنا اللي هو الميديم وهكذا صنفنا اللي هي الملابس لدينا اللي هو الاسمول مع الاسمول الميديم مع الميديم واللارج مع اللارج أحسنتم طلابي وطالباتي طيب الآن سوف نقوم بتصنيف الملابس حسب اللي هو المقاس السمول سوف نلعب هذه اللعبة مستعدين؟ مستعدين طيب لديه هذا الفستان يحمل اللي هو مقاس لارج نضع في دولاب الاسمول ها شوفون صحيح؟ نرى الآن إلى أين سيذهب؟ لا لا نضع مع اللي هو مقاسات الاسمول طيب لدي هذا الفستان مقاس السمول ها نضع في الدولاب هنا مع اللي مقاساتهم السمول هنا يريد مني فقط أن أضع الملابس اللي تحمل المقاس السمول سوف نرى أحسنتم إذن وضعناه هنا معا في الدولاب اللي يحمل المقاس السمول طيب لديه هنا هذا الفستان يحمل أيضا المقاس السمول نضع أيضا مع الملابس اللي تحمل المقاس السمول نرى الآن إلى أين سيذهب؟ أحسنتم وضعناه أيضا مع الملابس اللي تحمل اللي هو مقاس السمول طيب أيضا لدي هذا الفستان الجميل مقاسه ماذا؟ مقاسه السمول أين أضعه؟ نضعه في الدولاب أيضا مع اللي مقاساتها السمول أو لا؟ ها أيضا نضعه هنا أحسنتم طيب لديه هنا هذا الفستان مقاسه ميديا أضعه هنا معاها أو تشوفونها إجابة خاطئة أحسنتم؟ إذن لا نضع معاها إذن اكتمل لدينا اللي هو دولاب اللي هو المقاسات اسمه الأحسنتم طلابي وطالبات إذن تعرفنا اليوم على تصنيف المنتجات وأيضا تعرفنا على بعض التدريبات لتصنيف المنتجات حسب المقاس انتهى درسنا لهذا اليوم كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلام أحسنتم شكرا